تلات معلومات مهمة جدا 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 تعلمها عن القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجع في فيديو دي أول معلومة القرآن كلام الله تكلم به الله أيها ربنا تكلم بالقرآن ربنا يتكلم سبحانه وتعالى والكلام ده كان ليه صوت سمعه سيدنا جبريل مش مجاز أو لا سمعه سيدنا جبريل من ربنا وأنزل القرآن بعد ما سمعه ربنا أوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام عشان يخرج الناس من الظلمات إلى النور اتنين القرآن كتابه البشرية القرآن يا جماعة يتميز عن بقية الكتب السماوية اللي هو نازل للعالمين للناس كلها للإنس والجن كل كتاب سماوي وكل نبي قبل كده كان مرسل إلى مجموعة معينة إلى جهة معينة إلى قوم معينين الوحيد الكتاب الوحيد اللي نزل للدنيا كلها هو القرآن وبالتالي ما ينفعش حضرتك تقول أصلا مؤمن بكتاب تاني خلاص بعد نزول القرآن اسمها الشريعة الناسخة يعني الرافعة رفعت كل ما يتعلق بالكتب اللي قبل كده خلاص وما ينفعش تفضل مؤمن بكتاب وما تؤمنش بالقرآن تؤمن بالقرآن وإلا ما فيش دخول جنة إلا عن طريق الإيمان بالقرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الفرقان على القرآن ليكون للعالمين نذيرة للعالمين كلهم فنزل للدنيا نزل للناس كلها فكلناس لازم تؤمن بي تالت حاجة القرآن معجز لا يمكن لمخلوق أنه يأتي بصورة واحدة من القرآن والتحدي ده من ألف ورمان سنة حتى الآن وما فيش حد في الدنيا قدر يعمل صورة من القرآن القرآن يا أخوانا تحدي المشركين اللي هو يعمل القرآن يعني يأتوا بقرآن زيه ما عرفوش فاتحدهم بعشر صور ما عرفوش فاتحدهم بصورة طب هاتوا صورة ما عرفوش وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اللي هو النبي فاتوا بصورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين كلام ده نزل لأفصح الناس الأعلم في البلاغة والشعر والفصاح اللي كانوا مع النبي عليه السلام قوم قريش ومع ذلك عجزوا إنهم يعملوا صورة زي القرآن حتى البيان قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارة التي وقودوا الناس والحجرة وعدة الكافرين وده تحدي كبير جدا ومع ذلك عجزوا لأن القرآن معجز وده من أكبر الأدلة من عند الله إنه لو هو كلام بشري كان قدروا يعملوا البشر كان قدروا يعملوا زيه لكن هو معجز القرآن كلام الله القرآن كتاب للبشرية جميعا القرآن لكتاب معجز لا يمكن أن يأتي أحد بمثله أو بصورة واحدة من هذا القرآن العظيم دعم الفيديو بشير وليك ومنشرف القناة شوفكم مرة الجاة والسلام عليكم